خلينا نتكلم على القصة بتاعة منتخب مصر قايمة منتخب مصر النهاردة خرجت من كارلوس كيروش وكان فيها بعض المفاجأات النقطة الاولى ما كانتش مفاجأة هي عودت محمد شريف ومجدي افشا وكانت منطقية جدا ربما فيها رسالة كمان من كارلوس كيروش ان هو ما عندوش شخصانة لامور هو ما تقررش ان دول عيبة وحشة مش هتيجي المنتخب تاني هم في كل الاحوال على حسب مستواهم مستواهم لما كانوا معاه في المعسكر الاولاني كان واضح جدا انه في قدنى حالاته بسبب الارهاق الكبير اللي كان عند الاثنين ولما استفاقوا واستعادوا حالتهم البدنية الكبيرة استدعاهم للمنتخب دي كانت نقطة سهلة قوي في الحوار وفي الحديث في الحقيقة النقطة الصعبة جدا كانت طارق حامد طارق حامد كان واخد اشادة من كل استوديوهات التحليل حتى وزمالك مغلوب خمسة في مباراة الاهل وبالتالي كان من الغريب ان انت بتتكلم على لاعب بيقدم واجبات مركزه بامتياز بيطور في شغله بامتياز ولا يتم استدعائه المنتخب مصر برغم انه كان من ركائز الفريق في الفترة اللي مسك فيها كارلوس كيروش هنا نقطة انا ما عنديش لها اجابة في الحقيقة انا ما عرفش كارلوس كيروش اختار ده ليه بس انا اعرف قواعد كارلوس كيروش للاختيار فخلينا اقول هلك وخلينا نفكر سوى يمكن يكون هو ده السبب كارلوس كيروش عنده طريقة في اختيار القيم الطريقة بتاعته بانه بيختار اتنين لعيبة لكل مركز مش اكتر من كده ما بيبصش على التنوع ما بيقولش اللعيب الفلان يقدر يعمل كذا وكذا وكذا هو بيحسب حزبته مبدئيا على انه يكون عنده اتنين لعيبة في كل مركز اكرم توفيق احمد فتح مش عايز باك يمين تاني محمد حمدي احمد فتوح انا مش عايز باك ليفت تاني اربعة سنتر باكس انا مش عايز واحد خامس اتنين ارتكاز دفاعيين واتنين ارتكاز هجوميين وهنا النقطة الاصلية الاتنين الارتكاز الدفاعيين في الكرة المصرية او الارتكاز اللعيبة اللي عندها القدرة على لعب الوجبات بتاعت الارتكاز الدفاعي القوي اللي بيستخلص الكرة هو حمدي فتحي وهو محمد النيني وهو طارق حامد التلاتة هو قرر يختار منهم اتنين واتنين بيلعبوا دور الارتكاز المساند اللي هو عمر السلية وامام عشور وبالتالي هو كان عنده حيرة في التلاتة دول في العادي لو انا بعمل حساباتي بشكل عادي جدا هستبعد امام عشور بالذات بعد مباراة الاهلي والزمالك اللي كان فيها بعيد جدا عن مستوى وتم استبداله بين شوطين المباراة لكن الراجل ما بيمشيش كده الراجل عنده قواعد ضابطة منضبطة جدا هو اسلوبه كده في النهاية هو اللي بيتحمل المسؤولية ربما تختلف معايا ربما تتفق لكن هو اسلوبه كده فهو فضل ان انا اشوف اتنين رقم تمانية في المنتخب وهم امام عشور وعمر السلية لان الرقم تمانية في الكرة المصرية قليل شوي عدد قليل في الدوري المصري اللي عندهم تميز كبير واختار اتنين من اصل تلاتة زي ما قلنا حمدي فاتحي النيني وطرق حامد النيني واخد العلامة بتاعة كارلوس كيروش اللي هي ايه اللي هو الختم بتاع اللاعب المحترف اللي بيلعب في ارسنل وبالتالي لا غنى عنه من وجهة نظر كارلوس كيروش يبقى التحدي عندنا في ان وياخد واحد من اتنين حمدي فاتحي طرق حامد اللي اتنين سوبر اللي اتنين بيقدموا كل حاجة صح في الكرة في الفترة الاخيرة جمبما هو راح لحمدي فاتحي لان كان حمدي فاتحي مبهر في المباراة الماضية وبالتالي حمدي فاتحي اخد صوته وطرق حامد اخد الخروج من القرار بتاع خروجه من المعسكر نيجي للقصة بتاعت احمد سيد زيجو وبتاعت رمضان صبحي مرة تانية تعالوا نحسب هو الجناحات اللي اختارهم مين هو اختار مصطفى فاتحي اللي هو بيصنفه زي ما شفنا في المتش الودي اللي لعبه قبل مباراتين ليبيا هو بيصنفه جناح ايمن وبالتالي هو حس انه عنده محمد صلاح ومصطفى فاتحي هي دي خيارات وناحية اليمين وناحية اليسار هو راح لاستبعاد كان مفاجأة برضو لرمضان صبحي وبالنسباله ما ضمش حد من وجهة نظري يقدر يلعب الدور بتاع الجناح الشمال ده راح للعيبة اكتر مهاجمين يعني راح لمحمد شريف واحمد ياسر ريان ومصطفى محمد ومروان حمدي اختار مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين اللي بتلعب في مركز رأس الحربة اختار اتنين مهاجمين واثنين بودلالين فده كان الغريب بالنسبالي انه ما عملش القواعد بتاعته اللي هو الهالنا يعني هو بالمناسبة فكرة القواعد بتاعت كارلوس كيروش وبانه بيختار اتنين لكل مركز هي تصريحات هي حاجة هو الهى هو اسلوب عمل هو اقره وقرر انه هو يعلنه حتى بشكل واضح فهل انا هل الراجل عنده تفكير في ان اسلوب اللعب يعتمل على حاجة احنا مش عارفينها ده اللي احنا هنشوفه لكن لو بتكلمني على الامكانيات فطرق حامد كامكانيات وكمستوى لا يستحق الخروج من المنتخب واحمد سيد زيزو لا يستحق الخروج من المنتخب هو الاخر برضو اقدم عروض كبيرة في الفترة اللي فاتت برغم الكرة اللي كان فيها تدخل عنيف صعب جدا 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 في مباراة الاهلي واللي ما كانش المفروض يحصل من احمد سيد زيزو فدي النقاط الجدلية اللي في قائمة المنتخب من وجهة نظري لكن في كل الاحوال احنا بنتعامل مع مدير فني هو براند نيم هو لسه هو الراجل عنده هو مركة مسجلة في كرة القدم العالمية عايز يفرد اسلوبه ولو عايز رأيي ففي نوعين من المدربين في نوع شخصيته حاسمة جدا وبالتالي الشخصية الحاسمة حتى لما بياخد قرار غلط ما بيبصش وراه على قراره وبيتحرك لقدام بسرعة اكبر بكتير وفيه مدرب بيمسك العصايا من النص وبيحاول يراضي الناس المدرب اللي بيحاول يراضي كل غالبا الموضوع بيفرد منه وبيمط منه وبيبوص لكن المدرب اللي بياخد قرار حاسم غالبا معظم قراراته بتنجح والقرارات اللي بتفشل هو بيبصش وراه وبيبصه قدامه